بسم الله الرحمن الرحيم نكمل مع بعض الاسئلة يا جماعة السؤال الاول بيتكلم على الكفر الخارجي بتقول ان هو احد الاسئلة بتقول ان هل ما بتنزله عندها على لا بينزل على صفحتين وبتسأل هل ممكن تبعته بهذا الشكل ولا ممكن تكتب الداتا بتاعتها وبعدين تاخد منها وتاخد صورة منها وتحطها وتبعتها الحالتين ما فيش اي مشكلة عايز تكتبه احنا عارفين ان هو بينزل عندك على صفحتين لان الفورماتنج بتختلف وبالتالي لما بينزل على فورمات مختلف على وضعه الاصلي لازم ينزل على صفحات مختلفة وياخد اشكال مختلفة يعني ممكن التنسيق نفسه تليه اختلف تليه حجر حالة يمين حجر حالة شمال دوارد طبعا للتنسيق مختلف والفنطات مختلفة والكفر نفسه مختلف والمأسات كل دي بتأثر على حجم النقل بتاع الداتا عايزة تعمله زي ما انت بتقولي ساعتك ان هي تصور وتكتب الداتا وتصورها اهلا وسهلا به لا مانع ولا مشاكل في اي شيء الاتنين مقبولين ما عندناش مشاكل فيهم خدي راحتك خالص وما تشغلش نفسك بالموضوع ده وتعملي طيب يا جماعة حتت برضو المراجع زميلتكم بتسأل على المراجع وسائلة كتير جات في الجزئية دي برضو بتقول فكرة ان هي كتبت وما كتبتش رقم الرفرنس بداخل الموضوع انا ده انا هبعت لك الملفات بتاعة ترد على الاستفسارات دي هتشوفيها هتلاقيها كلها هي صفحة واحدة عنوانها الرد على الاستفسارات مفيش حاجة تانية هعمل لكم في الاخر صفحة صغيرة هكتب فيها جملة ما وهوريكم ازاي الرفرنس ينكتب في قلب الموضوع وبعدين تحت تاني ازاي توضح رقم الرفرنس ده ازاي فرصره مرة تانية بعد ما نخلص التسجيلات هقول لك عليها تاني بالنسبة للبنات اللي خلصت زي ما بتقول آآ زميلتكم بتقول في ناس كتير كتبت ابحاث وبعدين جمعت الحاجة بتاعتها في الاخر كريفرنس في الاخر كمراجع ومش عارفة دلوقتي تحط ارقام البراجرافات اظن سهل قوي يعني فكرة ان انت تبقى عارفة البراجراف ده انت جايبها منين سهل قوي يعني خشي جوا البراجراف بتاع اخط رقم واحد بقى رقم واحد اللي برز ما هورهولك في الشريحة اللي بعد كده ان شاء الله لما اخلص الشابتر ده هورهولك الفكرة انت تحط رقم اتنين تبقى رقم اتنين كتاب كتاب الجامعي الكتاب ده جايب امان على النيت الريفرنس ده جايب امان مرجع معين ده انا بقولك اكتبي رقم 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 جانب البراجراف يعني البراجراف ده رقم واحد براجراف ده رقم اتنين زي ما هورهولك بعد شوية في المسال ما هقولك عليه وهكتبهولك فالموضوع ده سهل قوي هعملك شريحة تانية بإذن الله ما نخلص دلوقتي واقولك الموضوع بنكتب ازاي عشان تركزي معايا في الجزئية دي وتبقى عارفة الموضوع هيمشي ازاي بالنسبة يا جماعة للتخلفات زي ما بتسأل زميلتكم بتقول عايزة مواقف التخلفات بشكل عام وبعدين بتسأل سؤال تاني بتقول ان في واحدة معها خمس مواد من الترم الاول خمس مواد من الترم الاول ومادتين من اعدادي هو انت عندك كم مادة اصلا في الترم الاول يعني في احنا احنا عندنا في القسم كم مادة في الترم الاول عشان تبقى عندنا منهم بخمس مواد بواحدة شايلة منهم بخمس مواد طيب بالنسبة للتخلفات طبعا انت عرفتوا القرار الجديد اللي صدر القرار الجديد اللي صدر مناه برئيس الجامعة ووافق عليه الدكتور رئيس الجامعة ونزل لنا طبعا بالامس ده ريح الدنيا كلها وقال ان فكرة التخلفات كلها بدل ما كنا بنقول لو تفتكر الفيديو الاولان اللي كنا عملناه كنا قسمنا المستجدات اخدنا معهم بقيات الاعادة ده طرف وطرف تاني كنا قلنا سنة رابعة والفرق النهائية ومعاها التخلفات ده طرف تاني اه بعد القرار اللي صدر بالامس وهو ان الامتحان يرجع لحين انتهاء التعليق بتاع السنوات النهائية اصبح التخلفات في حالة حيرة مش عارفين هي فين ولكن القرار كان واضح وصريح قال ان التخلفات تعمل ابحاث في السنوات بتاعته فاصبح القرار ده مضمونه ان احنا بنصفي الجماعة بتاع بكالروسات لوحدهم او السنوات النهائية لوحدهم انتو خليكم بس نشوف لكم حل لوحديكم والباقي كله يبقى احنا حلناه وبالتالي جميع السنوات اللي فيه تخلفات فيها جميع السنوات اللي عندها تخلفات هتعمل ابحاث خلاص ما عندناش مشاكل فيها يتبقى فقط السنوات النهائية فقط يعني واحدة من سنة رابعة عندها اي تخلف في اي مادة من اي سنة فاتت مفيش اي مشكلة تعمل البحث فيها وتقدمها زي اي واحدة مستجدة مفيش اي مشكلة خلاص القرار اللي قبل كده كان بيقول لا التخلفات هيمتهنوا تحريري لأ كده خلاص التخلفات انضمهم للمستجدات وانضمهم للبقيات في فكرة التخلفات وبالتالي اصبح اللي هيتوقع فقط واللي الجامعة بتقوله على الاقترار بتاعتهمش ازاي دلوقتي والسيستم هيماشي ازاي هما السنوات النهائية فقط يبقى ازا الامور عندنا اصبحت محلولة بهذا الشكل. استكمال السؤال بتقول واحدة عندها او اي حد طالبة بتسأل ان عندي حاجة من الدر الاول او من الترم الاول الترم الاول لحد دلوقتي احنا م نقدرش نقول ما تكتو ايه عشان نقولك عملي بحث في ايه? يعني واحدة مسلا عندها مادة وليه يكون مادة من ضمن المواد اللي موجودة في سنة英ولة مسلا واو في ثانية الاخر ومن الترم الاول. لم عرفت النتيجة بتاعتها محد ب unquote بالنتيجة. قلها انت معاك مادة كزا. طب هي بتسأل دلوقتي هتعمل فيها بحس ولا مش هتعمل بحس. النتيجة الحد الان لم يوضع عليها رقفة ولم يوضع على تأسير التفسير تأسير ولم يوضع على اي شيء. وبالتالي ليس هناك اي اجابة لهذا السؤال. استثني الترمي الاول من القصة نهائي. طلعي بر الكلام. الترمي الاول هيبقى السنة جاية ان شاء الله مالوش علاقة بالكلام دلوقتي. مش هنظر نتكلم فيه في حاجة دلوقتي. اننا بنتكلم على ما سبق. بنتكلم على ما حاجة من الترمي التاني السنة اللي فاتت من السنة اللي فاتت وهكذا. الترمي الاول من الممكن يكون انت دلوقتي تزهر لك النتيجة وعندك حاجة فيها بعد ما نزلك الرافق اتلاقي نفسك معدية فيها ومعندكش مشاكل فيها. جيب ازا بتتعبي نفسك وبتتعبينة وبتزحيم السيستم في حاجة ملاش اي معنى. الترمي الاول بره كلام بره التفاصيل. احنا بنتكلم على الترمي التاني السنة اللي فاتت وهما قبله. ما فيش كلام تاني في هذا الموضوع. ازا الكلام كله داير على ما قبل الترمي الاول السنة دي. نكمل الموضوع. سؤال اخر زميلتكم بتسأل على ورقة الغلاف الخارجي بتقول ان هي فيها بعض البيانات زي رقم الجلوس. بتسأل على بعض البيانات. زي على سبيل المسال الرقم السري الى اخرون. معتاد دايما لو تاخد بالك حتى في الكراسة اللي كانت بتجيلك. كان فيه جزء من البيانات. انت كطالبة بتكتبيه. انت كطالبة بتكتبيه اسناء الامتحان. وكان بيبقى عندك بعض البراجرافات كده بعض المستطيلات او المربعات على كراسة الاسئلة من برة. فاضية. ما حدش بقرب منها. الاجابات بتاعتها او الكلام اللي احنا بنكتبه عليها ده بتاع الكنترول. الكنترول هو اللي بيحط الحاجات دي. وبالتالي رقم سري ده واضح تماما من اسمه انه ما يخصكيش انت. رقم السري ده يخص الكنترول. انت دورك هتكتبي بياناتك انت. الفكرة بين الفرقة والشعبة الكلام ده مش عندك مش عندنا في نظم. ليه? احنا بنقول مسلا على سبيل المسال قسم كهرباء. ممكن اقول فيه قوة وقول فيه اتصالات. يبقى انا عندي حاجة من حاجة. انما انت عندك في اتصالات في نظم. الموضوع بتاعك كل اسمه قسم النظم. ما فيش حاجة اسمها شعبة. الورقة لما تعملت ما تعملش القسم النظم بس دي ورقة معمولة عامة. ياخد منها كل الشعب وكل الفرق. ياخد منها كل التخصصات. اللي له حاجة فيها يكتبها. واللي مولوش حاجة فيها بيسيبها. رقم الجلوس. سهل اهو ان احنا نبعت لك شيت ونخلي الدكتور يهاب معاها شيت اكسيل ممكن يبعته لك ويوفر لك الموضوع ده. ولكن حتى يعني فكرة لو سبتيه فاضي مؤقتا دلوقتي. لحد قبل ما تبعتي هنكون نصرفنا وبعتنا لك الشيت ونقول لك خدي من الشيت رقم الجلوس بتاعك. هنزله لك برضو ما فيش اي مشكلة. وابعته لك على بيدي افوال لحاجة على الجروب بتاعكم اللي احنا قلنا عليه بتاع منذوبات قسم النظم. فده سهل اهو ان احنا نبعته لك او انا هتواصل مع الدكتور ايهاب هو معه الشيتات بتاعت السنة اقولها كلها. هخليه ابعته لك هتلاقي الشيت موجود في رقم الجلوس بتاعك. يبعت لك رقم ده على اللاب على الصيد بتاع اللاب يبعته لي وبعدين انا يبعته لكم يبعته على القسم مباشر على طول على الجروب بتاع منذوبات قسم النظم كل ده امور متاحة ما عندناش مشاكل فيها. ازا بس اللي تاخد بالك منه ان انت عندك حاجات تخصك انت كطالبة انك تكتبيها. وحاجات تانية تخص الكنترول لانه مملاها. زي ما بقول لحضرتك كده تذكري لما كانت كراسة بتجيلك. كانت فيه حاجات انت بتكتبيها. وفيه خانات تانية مش بتاعتك ما بتقربيش منها. افتكر البند ده وانت يعني القرنيب اللي انت بتقوليه. هتلاقي نفسك اللي انت بتقوليه. رد على نفسه لو انت افتكرت الكراسة اللي احنا بتتكلم عليها. نشوف السؤال اللي بعده. زي ما لتك بتسأل برضو على ان في خانة موجودة اسمها استاذ المادة. طبعا هتكتب اسم الاستاذ بتاعك مفيش مشكلة خلص فيها دي. انا بتكلم فقط على البيانات اللي مش متاحة لك انك تكتبيها. يعني ما نجي نقول رقم سري. وانت اللي بتحط الرقام السرية ولا الكنترول اللي بيحطها. فكرة الشعبة بتسأل بتقول القسم اسمه نظم. اكتب الشعبة نظم ما تتبقى اشتقان ان انت ما عندكيش شعب. تتبقى القسمة بس. الوراء اللي قدامك مش اجباري عليك يتملي كل الخانات اللي فيها. في خانات فيها مش محتاجة انك تمليها. في خانات فيها مش بتاعتك. انت اللي لكي تكتبقي اسمك اسم المادة اسم استاذ المادة رقم جلوسك لما يوتاح لكي. فقط ما عندكش حاجة تانية تكتبها اكتر من كده. بقية البيانات شعب تانية ممكن تستفيد بيها. وبقية البيانات من الممكن انت تحتاجي فيها حاجة مش بتاعتك دلوقتي زي ارقام السرية على الحاجات بتاعت الكنترول. وبالتالي انت برا الموضوع. فما تزعجيش نفسك بالكلام ده. اكتبي اللي يخصك فقط. اكتبي الحاجات اللي تابعك انت بس. اي حاجة مش تابعك ما تكتبهاش ما تقربيش منها. سؤال اخر زي بلدكم بتسأل بتقول في بعض الدكاترة بعت وشيت. واحنا كنا قبل كده متاح ان اتبعت ما يسمى بالمسائل البحسية. ومتاح ما يسمى بالبحس اللي احنا قلنا عليه وفسرناه قبل كده وقلنا التفاصيل بتاعته تمشي ازاي? ده متاح وده متاح. طيب في حالة لما يكون بحس عادي تقليدي بالطريق اللي احنا قلنا عليها وبعدتلك تفاصيلها عشرة في المية وعشين في المية وخمسين في الاخيره. خلاص ده احنا نلتزم بيه بالقواعد بتاعتنا اللي احنا اتكلمنا فيها. طيب لما يجي لك على سبيل المسال الدكتور ارسل لك وقال لك ده مسائل. حل الشيت ده وهو ده اللي انت هتاخد عليه التقدير بتاعك او الدرجة بتاعتك. في الحالة دي هل يا طارح هنتابع خطوات البحس بقى ان انا اقول ومراجع وخاطمة وابداية والكلام ده طبعا لا مفيش كلام ده خالص خلاص. انت ما عندكيش نقطة محددة تتكلم عليه. ازاي تحط كل الكلام ده. انت ما عندكيش اي موضوع تتكلم عليه في هذا الشأن خلاص. فالموضوع ده يبقى براكي ما فيش اي مشكلة منه. انت فقط هتحل الامتحان اللي قدامك او الشيت اللي قدامك. وده اللي هتاخد عليه الدرجة بتاعتك. فده موضوع برا الكلام نهائي. ده يعتبر حالة استثنائية من حالات البحس. عشان كده لما جلنا نقول في الاول وقلنا ان احنا ممكن نعمل مسائل بحسية. هدي موضوع. او الاتنين مش منفصلين. ما كناش قلنا ممكن نعمل مسائل بحسية وممكن نعمل شيت. كنا قلنا على طول الشروط الواجب تقفرها في البحس بشكل عام. لما اللي هنفسرنا الاتنين. وقلنا عندنا ما يسمى بالمسائل البحسية. وعندنا ما يسمى بالشيت. البحس. البحس ده موضوع زي ما اتفاني عليه. كل ال الاساسية اللي موجودة عليها هنمشي عليها. اللي هنتفاني عليه نعمل في البداية الابستراكت. ثم نعمل مقدمة. ثم بنقول ان الشيت عبارة عن مسائل فقط هتجاوب عليها. زي دلوقتي الشيت اللي احنا بعتنا للجماعة بتحفرة اعدادية. خلي بالكم يا جماعة الردود على الاستفسارات دي. المفترض ان الجميع هيسمحها كلها. الردود مش محتاجة اقول لدي بتاعت اعدادية ولا بتاعت سنقول ولا بتاعت تانية ولا بتاعت التالت. لان من الممكن بعض الطالبات يكونوا ما قالوش اسئلتهم للمندوبة. وبعض الطالبات قالوا الاسئلة اللي كانت عندهم فهم مش عارفينها. يقول لك انا هسمع الفيديو الاولاني واقف. لها ما اسمعش الفيديو الاولاني توقفي. انت هتسمعي كل الفيديوهات. كل الفيديوهات اللي هتعمل في موضوع الرد للسفسارات هتسمعيها. عشان تقداري في الاخر يطلع عندك حصيلة ردود. ما يبقاش عندك مخاوف من حاجة وما يبقاش عندك مشاكل من حاجة. يبقى امور عندك كلها استقرت. واللي عمحاس كلها عندك زهرت. وكل الاستفسارات اللي انت بتسأل عليها زهرت قدامك وقفت قدامك ما عندش عندك حاجة. يبقى زي ما بنقول تاني يا جماعة. البحس بحس. ما فيش منه مشاكل. اعمل البحس بتاعك ما عندكش منه مشاكل. الخطوات الاساسية اللي قلنا عليها. طيب. وفي حالة لما مش بحس. وقلنا ده مسائل شيتات. في الحالة دي الموضوع بمتال بساطعة. تحل الشيط. وما تتكلميش في اكتر من هذا الموضوع. الشيط بتاعك عشر اسئلة تحلل عشر اسئلة. عشرين سؤال تحلل عشرين سؤال. وما فيش حاجة تانية اكتر من كده. نكمل مع بعض وزي ما بقول يا جماعة بعد اذنكم. هتحلوا هتسمعوا الفيديوهات بالكامل. تسمعوا كل الفيديوهات. زي ما بنقول يا جماعة حضراتكم مشكورين هتسمعوا الفيديوهات كلها عشان تعرفوا كل الاسئلة اللي تسألت من جميع الفرق من الشعب كلها عشان تبقى عارفة الردود هتكون شكلها ايه. في سؤال اخر بيقول آآ قبل ما اسأل بس السؤال ده تاني قبل ما اقول السؤال الجديد بكمل الرد على السؤال اللي فات اللي هو الشيط. الشيط هتاخدى درجة البحث الكامل ما تقليش. لان الشيط ما فيهوش حاجة تانية غير انك تجاوبي المسائل بتاعته. فما تشغليش نفسك والشيط ده. هينقاصنا درجة المقدمة. هينقاصنا درجة الخاطمة. هينقاصنا الرفرنس. لا ما فيش الكلام ده. هتاخدى الدرجة بتاعت الكاملة وما تليش نفسك من حاجة. وزي ما اتفقنا الدرجات كلها هتكون ناجح او غير ناجح ولكن ان شاء الله بازن الله الكل ينجح ويعدي على خير. آآ نقطة تانية بتسأل فيها زميلاتكم بتقول ان في احد المواد بتحتاج ان هي تجيب رسومات معينة من على الجوجل. فهل ده يعتبر جزء من الاقتباس او ده يأثر على الاقتباس الموجود بنسبة كبيرة من الاقتباس ولا لا? طبعا الرسومات دي مش هنعتبرها من الاقتباس على الاطلاق لان مفترض ان انت ترسمي الحاجات دي ولكن انت ما عندكش اتاحة دلوقتي انك ترسمي بايدك لانك ما تعلمتش ترسمي بايدك الكلام ده. وبالتالي مش هقدر لومك انك تجيب رسومات دي جاهزة وتحطيها في احد المواد وتشتغل عليها ومش هتضرك في حاجة ومش هتأثر عليك في حاجة. السؤال اخر بيسأل بيقول الناس اللي بتكتب من على الموبايل متاح ولا لا? وفي ناس بتقول ينفع لما ينفعش. ايه اللي تبع الكمبيوتر البي سي ايه ولا? ايه اللي هي ايه اللي? وليك تجيبي بايدك. ده احنا بنقول يا جماعة احنا بنسهل العملية عليكم. انتو عايزين انتا قاعدوا على نفسكم ليه? ده احنا بنخلي العملية تمشي بشكل بشكل ابسط من البساطة. فكل الامور متاحة. المهم انك تقدر ترفعي زي ما هنقول بعد كده. ان كانت المنصة هتكون جاهزة ان شاء الله بازن الله على نهاية الشهر هنقولك في معاعدك المنصة على الخشيات ازاي? لا قدر المنصة فيها مشاكل هنجدلك وسيلة اخرى ونقولك تبعات البحث بتاعك ازاي? انت ما تشغلش نفسك بحاجة. انت فض دماغك دلوقتي لكتابة الابحاث. فض دماغك انك تقعدوا تسمع الفيديوهات من الاول الاخر. فض دماغك انك تحل الامور بشكل كويس. ما تشغلش نفسك باكتر من كده. ده مجموعة استفسارات ما من احد المندوبات. انا بس هضف لكم في اخر في اخر استفسار لاخر مندوبة. هضف لكم شريحة واحدة بس اتعرفكم يعني ايه? ازاي نعمل مرجع? ازاي نكتب رقم مرجع ونعبر عنه في اخر صفحة المراجع اللي موجودة. نشوف مندوبة اخرى من ضمن الاسئلة اللي موجودة معانا في هذا الشأن.